تشهد مراكز التطعيم في مختلف محافظات مملكة البحرين قبالا متواصلا من قبل المواطنين والمقيمين نعم حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمس الأربعاء أكثر من مليون ومائتين وتسعة عشر ألف شخص فيما تجاوز عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من التطعيم مليون ومئة واثنين وتسعين ألف شخص هذا وقد تلقى الجرعة المنشطة من التطعيم أكثر من تسعمائة وواحد وثلاثين ألف شخص وقد أكد الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا أن نسبة الحاصلين على الجرعتين الأولى والثانية من التطعيم بلغت ستة وتسعين بالمئة من إجمالي المؤهلين لأخذ التطعيم من البالغين ثمانية عشر عاما فما فوق ووصول نسبة الحاصلين على الجرعة المنشطة إلى 84% من إجمالي المؤهلين لأخذها من الفئة نفسها